في هذا الدرس إن شاء الله سوف نبدأ بعمل برنامجنا الأول من خلال باستخدام الاندرويد ستوديو خللونا نبدأ طبعا أفترض أنك شفت الدرس حق التركيب الاندرويد ستوديو وركبت الاندرويد ستوديو الاندرويد ستوديو شغال إن شاء الله معك إذا كان في أي مشاكل ممكن الاستفادة من الزملاء الآخرين في الكورس طيب نضغط هنا على Start New Android Studio الآن هنا تبدأ أبليكيشن جديد قال لك عطني اسم الأبليكيشن اللي تبغى تكتبه خلونا نكتب هنا اسم الأبليكيشن طبعا في مشكلة تحدث بعض الأحيان راح نسميه Add Numbers يعني حنا نبغى الأبليكيشن يضيفنا عددين هنا قال أكتب دومين حق الكمباني مضبوط الموقع للشركة طبعا ما في عندي أنا كتبت هذا كأكزامبل فقط ما يهمنا نقول Next الآن قال لك هنا وش تبغى وش تستهدف وش الAPI اللي تستهدفها أو الSDK اللي تستهدفها من هذا البرنامج طبعا لو تضغط هنا على Help Me راح يعطيك بشكل عام الAPI الموجودة طبعا زي ما حنا عارفين كل شوي يطلع إصدارة جديدة من الأندرويد فيقول لك إذا كنت تستهدف الإصدارة أربعة لآيس كريم ساندويش فإنك راح تغطي راح يكون برنامج قابل للعمل على 94% من أجهزة الأندرويد ولكن بالمقابل فإنك ما راح تستفيد من الخصائص الAPI الجديدة أو الفيتشورز أو الخصائص أو الميزات الجديدة اللي نزلت مع الإصدارات الأحدث من أندرويد فمثلا إذا كان إصدار KitKat أو Lollipop فيه لو ضغطنا على Lollipop هنا راح تلاحظ أنه فيه أشياء جديدة ظهرت فيه ميزات جديدة هذه الميزات قد تستخدمها أنت في برنامجك ولكن لو استخدمت هذه الميزات فإنك راح تستطيع أنك هناك فقط 35% من الناس عندهم جوالات أو أجهزة جوالات أو تابلتس تستطيع أن تشغل Lollipop فخلونا على آيس كريم مزين يعني ميزات معقولة وبنفس الوقت يغطي 97% من المستخدمين أو 94% طيب إذن نستخدم ال API الخاصة بالآيس كريم ساندويتش ننتقل الآن لما بعد هنا طبعا هنا جاءت الواجهة الرسومية أول شيء يقول لك اشتبغى الواجهة الرسومية راح نختار البلانك أكتيفتي طبعا الأكتيفتي معناها في الأندرويد بشكل عام ومبسط جدا طبعا ما راح أتعمق في المفاهيم أبدا راح أعطي عموميات بشكل كبير جدا قد تكون هذه العموميات غير دقيقة في هذا الوقت ولكن هذا شيء ما يهمني يهمني أهم شيء أنك تشوف برنامج بسيط جدا تطبق بعض الأشياء البسيطة اللي شفناها في البرامج السابقة في الإكليبس تطبقها هنا على برنامج أندرويد هذا اللي يهمني فقط زين فأعتذر عن عدم الخوض في التفاصيل والتفرقة بين الأشياء بشكل دقيق جدا لكن بشكل عام نقدر نقول activity في الأندرويد هي شيء زي الويندو أو زي النافذة اللي راح تشوفها على جوالك زين فهنا راح ناخد blank activity اللي هي يعني زي ما نقول نافذة فاضية يعني ما في أي شيء طيب الآن قال قال سمّل activity هذه خلو نسميها addition activity يعني نافذة الجامع بعد كده نقول finish خلانا يبدأ عمل المرنامج طيب الآن زي ما تشوف قدامك هذا قدامك برنامج الأندرويد أو عفوا برنامج الأندرويد ستوديو ألاحظ أنه يعني خلو نقول ما نقول أعقد وإنما أغنى بكثير من برنامج الأكليبس طبعا لو أخذنا لقطة سريعة هنا على الapplication حق الأندرويد فيه هنا على اللي سار هذا الapplication حقه مكوناته عندك هنا الجافة فيه ملفات الجافة ملفات الكود resources هنا أو الموارد فيه التصميم حق الصفحة حق تيكلو روح هنا نشوف activity نشوف التصميم لو نفتحها هذا التصميم طبعا فيه بعض الأررورز أنا ما أعرف ليش الأررورز هذه موجودة جارس تطلع ليه لكن المهم هذا التصميم قدامنا لاحظ أنه برنامج بسيط جدا يطلع لي hello world نفس البرنامج اللي سويناه في البداية أول مرة سوينا برنامج يطلعنا hello world فينا سوينا برنامج بدل ما يطبع لنا يظهر لنا على الشاشة هنا كلمة hello world بس المهم هذه الشاشة قدامك تقدر تصممها تقدر هنا عندك components كثيرة جدا أو مكونات مثلا تحط زر تحط radio button تحط checkbox وغيرها من المكونات تحط text field اللي هو مكان مربع نص وغيرها من المكونات فهذا هنا resources أو الموارد حق البرنامج فيها تصميم الشاشة فيها إذا بغيت تحط صور تبغى تسندها طبعا الآن صار عندنا واجهة رسومية ممكن نحطها طبعا تصميم الشاشة اللي قدامك هذا هو في الحقيقة هو عبارة عن مكتوب بلغة يسمونا لغة XML لغة بسيطة جدا طبعا ما تقارن أبد بالجافة أسهل كثير من الجافة ولكن ما رح ندخل فيه تفاصيلها نهائيا ممكن نعتمد على الديزاين هنا طبعا تستطيع الآن أنك تشغل البرنامج الآن البرنامج جاهز لها الأول تقدر تشغله تقدر تشغله من هنا تروح هنا طبعا مش معنى أنك تشغل البرنامج برنامج هذا برنامج يشتغل على جوال فأمامك خيارين الخيار الطبيعي يعني أنك يكون عندك جوال أندرويد وتشغله على جوال أندرويد فيه خيار ثاني وهو أنك تشغله على ما يسمى الاميوليتر أو المحاكي يعني برنامج يحاكي لك جوال الأندرويد فمن هنا تقدر تروح للإمولياتور مانيجر وتختار برنامج أو عفوا تختار جهاز تبغى تشتغل عليه تلاحظوا أنه راح تلقى كثير طبعا أول ما تفتح أول مرة تفتح راح يفتح لك نافذة شبيهة بالنافذة هذه يقولك اختر أحد الأجهزة راح تلاحظين أجهزة كثيرة من أجهزة الأندرويد يمكن نيكسس على الأقل راح تشوفها هنا نيكسس اللي هو تنتجه شركة جوجل أظن تقدر تضيف أجهزة غالاكسي أو غيرهم طبعا لما تختار نيكسس مثلا تضطط نيكسس راح يقولك طبعا أول أنا لأني نزلت قبل إصدارات للأوبريتنج سيستم طلع لي بالشكل هذا لكن أول ما تبدأ أنت راح يطالك بشكل هذا يقولك نزل إصدارة من إصدارات الأندرويد اللي تبغاها فأنت حاول تنزل إصدارة موجود قدامها إكس إيتي سيكس أو إكس إيتي سيكس سكستي فور أنا أفضل أنك تنزل اللولي بوب إكس إيتي سيكستي فور أندرويد فايف with Google APIs هذا الآن الإميليتور راح يستخدم الأوبريتنج سيستم هذا المحاكي راح يستخدم الأوبريتنج سيستم هذا هذا وليه نزلته على العموم أنتنزل أي واحد يعجبك يفضل إن إكس إكتس إيتي سيكس عشان يكون أسرع الإميليتور الإميليتور بيكون بطيء المحاكي يفضل with Google APIs برضو حتى يكون أفضل المهم أنا راح أقوله هنا cancel وراح أختار اللي أنا نزلته قبل أو اللي أنا اخترت وسويته قبل اللي هو Nexus 5 هذا الVirtual Device أو الجهاز الإفتراضي أو الإميليتور أو المحاكي اللي راح أستخدمه خليني أشغله لك عشان تشوف كيف شكله double click الآن بدأ يشغل المحاكي طبعا هذا يعتمد على سرعة الجهاز عندك وعلى حجم الرام الذاكرة صراحة يحتاج جهاز قوي شوي ورام أسرع حتى أنه تكون على الانتظار الآن قدامك الجهاز المحاكي خلني أحاول أني أصغر الجهاز شوي طبعا لاحظ أنه كأنه جهاز جوال زين أنا ما أدري صراحة كيف ممكن أني أصغر الجهاز ما أظن في طريقة يعني للأسف ما راح يظهر كامل قدامك في النافذة خلني أحاول بس أشوف إذا في طريقة أقدر من خلالها طيب عموم ما في طريقة لتحكم بالحجم فعلى عموم زي ما تشوف قدامك كأنه جوال كأنه جوال أندرويد حقيقي يعني قدامك مرسوم يعني الرسم قدامك هنا راح نشغل نشغل الجوال الآن خلنا نفتح الآن الشاشة زين تفتح الشاشة يطلع لك الشاشة الأندرويد العادية زين لو نروح هنا طبعا نحن نتذكر أننا حين نبي نشغل برنامجنا لاحظنا أن الموضوع تعقد أكثر بكثير من السابق لأنه برنامج على جوال زين فنضغط هنا على البرامج هذا هو برنامجنا اسمه Add Numbers خلنا ندور البرنامج آه 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 عفوا طيب أنا شغلت الـ Emulator هذا برنامج سابق سويته أنا زين أنا ممكن أوريكم ياه هو البرنامج اللي بنسوي زيه الآن زين اللي يضيف عددين راح نسوي زيه الآن لكن أنا أنا معلش أخطيت خطأ بسيط خلوني يسكر الـ Emulator أنا أخطيت خطأ بسيط وهو أني كان مفروض كان مفترض مني أني أشغل كان مفترض مني ما أشغل الـ Emulator مباشرة وأنما أشغل البرنامج نفسه والبرنامج راح أشغليه الـ Emulator خلني معلش خلني أعيد العملية وأقول له فيقول لك وش تبغى الـ Emulator اللي تشغله عليه فأبغى أشغله على الـ Nexus 5 مضبوط لأنجلة تشغل الـ Emulator طبعاً تذكراً برنامجنا اسمه Add Numbers اسم الـ Application لما سميناه في البداية فبالتالي مفترض أن يطلعنا بين الـ Application اسمه Add Numbers ورمزه طبعاً رمز الأندرويد لأنه ما عدلنا الأيقونة لاحظنا فيه جزء أجزاء كبيرة فيها ورمزه طبعاً دعونا نشغل دعونا نفتح الـ النافذة الأندرويد اشتغل عندنا معلش أنا سكرته لكن هذا هو برنامج اشتغل قدامنا Hello World ما في أي شيء ثاني مزين؟ طيب خلنخلي الـ Emulator شغال عفوا نذهب إلى الـ Studio نفسه زين؟ اللي نبغى الآن نبغى أننا نعدل نبغى أن البرنامج يضيف لنا عددين أول شيء قبل ما نعدل نسوي أي شيء في البرنامج لازم لابد أننا نصمم الواجهة زين؟ إذا جئنا نصمم الواجهة طبعاً إما أنك تصمم الواجهة بأنك تنزل أشيء يعني تضع Buttons وتضع يعني أزرار وتضع مربع ناص وغيره أو أنك ممكن تستخدم ديزاين جاهة وهو هذا راح أحطه لك في الموقع إن شاء الله في الموقع رواق ملف XML راح يكون جاهز راح نروح هنا للـ Activity Edition راح أنسخ أبغاك تنسخ الملف اللي أحطوه لك الكلام اللي أحطوه لك في ملف XML دعني أنسخ بس الكلام دعني أنسخ بس الكلام الـ Include هذي راح نضع بدا لها الكلام اللي أنا نسخته زين هذا هو طبعاً ما سويت أنا هنا قلت له أعطني text view وعطني edit text يعني edit text مربع نص text view يعني مكان فيه نص لكنه غير قابل للتعديل زين وعطني زر خلنشوف الآن الـ Design كيف تغير طبعاً للأسف يبدو لي أنه في مشكلة في الـ عندي لكن في مشكلة ما أظهرت الـ Design مفترض أنه الـ Design يظهر فلنجرب مرة ثانية طيب على العموم فلنحاول بس نتأكد أنه نسخنا الـ كلام بشكل صحيح طيب العموم ما أعرف وش المشكلة لأنه ظهرت لي أكثر مرة المشكلة هذه ولا أعرف وش المشكلة بالضبط لكن خلو نجرب الآن ممكن أننا طبعاً هذا الكود الآن اللي يقف خلف برنامجنا زين هذا التصميم تصميم الواجهة وهذا هو الكود لكن خلو الآن الآن فقط عدنا الواجهة خلو نشغل البرنامج ونشوف كيف لا 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 خلو نرجع نشوف إذا كان تغير البرنامج هنا عندنا نعم تغير برنامج لحظ أن الواجهة فعلاً هي الواجهة هذه لكن ما أعرف وش المشكلة اللي موجودة هنا تخليها ما تظهر بشكل صحيح علموا هذه هي واجهة برنامجنا زي ما تشوف طيب نرجع هنا ظهرت مرة ثانية في بق للأسف يعني تخيل على الرغم من أن أندرويد ستوديو من شركة جوجل واحدة من أكبر وأفضل شركات برمجة في العالم ومع ذلك في أخطاء هذا شي طبيعي جداً في البرمجة زين وأنا رسلت رسالة يعني للشركة موجود في البرنامج طريقة ترسل رسالة بالخطأ فننتظر نشوف ردهم إذا كان فعلاً بس المهم فعلاً في خطاء ولكن التصميم موجود فهذا ظهر التصميم لاحظ طبعاً التصميم فن هذا تصميم أخذته أنا طبعاً من إنترنت ممكن أن تتصمم زي ما تبغى كل واحد من هذولي كل واحد من هذولي هذا الآن عبارة عن text view يسمونه بالإنجليزي أو بالعربي يعني مكان ممكن نقول مربع نص ولكن غير قابل للتعديل يعني عشان تعرض فيه خلنا نرجع البرنامج لنفسه عشان نتذكر هذا مكان تعرض فيه نص بدون ما يتعدل مضبوط هذا مربع نص حتى تكتب فيه نص يعني أقدر أكتب هنا نص الحروف أو أرقام طبعاً أرقام هنا حاطة أنا فقط تمام؟ فإذاً هذا مربع نص هذا مربع نص هذا button أو أو زر لو تلاحظ أن البوتن هنا طلع لك هنا لو تضغط هنا على البوتن يطلع لك هنا معلومات البوتن كاملة كماذا؟ لاحظ قدامك هنا معلومات البوتن كاملة بس نوسع شوية طيب أه نوسع بس شوية قليل عشان هنا معلومات البوتن كاملة تهمنا أهم الأشياء التي تهمنا في البوتن هو الـ ID راح نستخدم الـ ID فيما بعد راح نستخدم الـ ID هذا في البرمجة حتى أننا نحصل على اسم الاسم خلو نقول الـ variable أو في الحقيقة ما نسمي هنا variable نسمي object راح نشوف إن شاء الله ندرس فيما بعد في وقت متأخر من الكورس أو في الكورس اللاحق إن شاء الله الكورس هذا الكورس رقم 2 راح نبدأ إما في نهاية الكورس هذا أو في الكورس الثاني على حسب الوقت اللي يسمحنا راح ندرس إن شاء الله ما يسمى بالـ objects أو الأشياء زين أو في بعض الأحيان فينا سسمونا الكائنات فهذا فمن خلال الـ ID هنا هذا الزر اللي قدامنا كتصميم راح يمثل عندنا هنا في البرنامج بـ بـ object زين والـ object اسمه هو الاسم المكتوب عندنا هنا في ID إذن مرة أخرى هذا برنامجنا قدامنا هذا الـ application فيه الكود حق الـ لا 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 شي اسمه حق الجاف فيه كلاس واحدة اسمه addition activity فيه الـ resources أو الموارد فيها التصميم فيها الصور حقه الـ شي اسمه حقه الـ برنامج حقك وعندك هنا الـ واجهة أو الشاشة حتى أنك تصممها وعندك هنا المحاكي اللي يظهر لك برنامجك كأنه شبيه بالجوال الشيء البرنامج هذا طيب في الدرس القادم إن شاء الله راح نشوف كيف نكتب الكود الدرس هذا صممنا الواجهة في الدرس القادم إن شاء الله راح نشوف كيف نكتب الكود اللي شغلنا برنامج ويجمع لنا فيه